يا رب دعنا بخير ان شاء الله النهاردة هنتكلم عن قبل بس ما نبدأ في الدروس بتاعتنا طبعا كل اللينكات الخاصة بقيمة بالكامل موجودة تحت الفيديو في وصف الفيديو وكبان موجودة في اول تعليق مع الشيط بتاع الدرس اللي قدامكو ده ما ننساش نعمل لايك يا ولاد لو الفيديو عجبنا عشان الفيديو يوصل لأكبر عدد من زمائلنا وانبلغ بقناة على اليوتيوب. اه طبعا يا ولاد ان شاء الله النهاردة نتكلم في نمبر دو الحصة اللي فاتت كنا تكلمنا عن اه وعرفنا ان في عندنا اه كل دي او الحواس الخامسة اللي موجودة في اه جسمنا او في زي ان الانيميلز بيكون عندها ديت بتكون واضحة وتكون لها اهمية كبيرة جدا. طيب النهاردة يا مصر هنتكلم عن ايه? تعالفين ان قرارات مصر ساينز بتبسط لكم المعلومة على قد ما قدر. اه والحمد الله في تفاعل كبير منكم. اه طبعا ان شاء الله تابعوا القناة بانتظامهم في النهاية ان شاء الله مش هسيبكم ان لما انا جيه خلاص بامر الله تعالى. وانحلم بعض الاسية ده كمان. اه نبدأ مع بعض السوبر اللي هو اكتيفة نمبر فايف بقى لسنتو. بنكلم فيه عن السوبر اه سينسوري اورجنز. سوبر سينسوري اورجنز اللي هي ايه الاعضاء اللي فائقة تلحس دي اللي هي الاحساسة عند بعض الانيميلز في بعض السينسوري اورجنز عندها بتكون سوبر شوية. يعني فائقة. يعني يا مستر. يعني تعالوا نشوف مسلا الصورتين دول هيفاهمونا حاجات كتيرة تعالوا نسأل او نجاوب على السيلة دي بعد ما نبص على الصورة دي. هنا بقول لك اه كان ان اول سي اتس بري اين دارك. تمام بري هنا سوري ايه. اه ان دارك دوري نايت تايم. هل بتده تشوف بتاعتها بالليل في وقت الليل? طبعا هنقول طبعا تقول لي يا مستر اكيد يا مستر ياس احنا احنا خدنا في اللي اللي فات ان هي عندها سايت آآ سنس اند هيرينج سنس بري بري شار حد جدا وقوية جدا. بص مع الانسان كان هيومان سي افريثين كليرلي انسايد دارك روم يقدر يشوف كل حاجة احنا زي احنا احنا عصنا مش شايفين ايه اللي هنا دلوقتي صح كده? يبقى كان هيومان سي هقول له طبعا ايه? نو. لكن دخل الاول دي هنا لأ هتشوف. تعالوا نشوف يا ولده يحصلين. ازاي يا مستر بنشوف في الليل او بالليل? تمام? انا اقدر اسمع راعت فوق ضلمة اقدر اسمع آآ something small حاجة صغيرة موفينج ضلمة. لكن ما تبدلتش تشوفها واضحة. صح? انتم انت في معي? ده ها في القوضة الظلمة بنجري جميع فوق ما ونستخبه صح? عشان خايفين مش شايفين. طب. في بعض فيه الانيمال ستقول لك يا سلام ده هو ده احسن مكان لي اشوفي. فين? اه في الظلم? اه. يعني كلمة يعني كائنات ليلية يعني هي اصلا بيقول عليها كده اللي هي كائنات ليلية بتعيش بالليل نشاطها كله بالليل طب يا مستر في سؤال جي في دماغي دلوقتي يا مستر اهو سؤال جي لك اهو بص كده ليه يا مستر الكائنات دي بتحب الظلمة كده يا مستر تعالوا نمبر وان في منها بيكون يا ولاد عايش يعني في اماكن حر يقول لك انا هطلع ادور على الاكل بتاعي وصطاد في الحر ده لا انا يعني في الاماكن اللي هي في الاماكن الحرة الشديدة الحرارة افضل وقت اثناء طبعا الظلم طيب وين ذا ويدا بيكم كول انوف لما الجو بقى برد شوية اطلع ايه اعمل الصيد بتاعي او بتاعي الصيد بتاعي طبعا دي اول سبب يبقى اه ايه سبب الاول اللي خلى الانيمال لزي تكون اكتف اتنايت يا ولاد طبعا اقول ايه الاماكن الحرة جدا تمام بيكون بالليل طب مستر افرد الجو كويس انا روحت المكان يا مستر او عارف الفورست ساعت بيكون الجو بتاعها كويس مش حر بس فيها نكتورنا الانيمالز نسيت الكلمة يعني ايه يعني كائن ليلة صح? اصلا اللي بيستدوهم بينشطوا بالليل اطلع انا ادور عليهم بالنهار صح كده? فطبعا لا استنياهم بقى لما يطلعوا لي بالليل واطلع اصطادهم يبقى مش زنبي انا والله ده زنبي اللي انا بصطادهم تعالوا نشوف كده على الرغم من ان الجو مش حر عشان يقفل عليك السكة في الاجابة على السؤال ده ليه بتنشطوا بالليل مع ان الجو مش يعني ولا حاجة طبعا لان بتاعتهم منتشرين بس فين بالليل طيب نمبر ثري ده في بعض الانيمال زي كمان بتعتمد ان الدنيا تكون ضلمة تماما مش بالليل بس كده يعني لأ ده لازم تكون عشان تستخبى من الفريسة بتاعتها يعني مش تستخبى منها اصلا تستخبى ليها يعني تستخبى لها انا مستخبى انا مستخبى عشان الفريسة دي افاجئها اللي انا ايه افاجئهم طيب يلا نكمل يا مليات كده عارفنا حكتب مهمين جدا وليه الليبينج ارجانيزميز دي بتنشط بالليل وعرفنا اساسا ان الفينامين دي اسمها اللي هو كائن ليلي طيب سؤال كمان كنا قلنا قلناها في اللسم بتاع البات اللي ترحل شوية وجالنا هنا اهو تعالوا نشوف بها يا ولاد طول يا مستر يعني يا مستر يعني سبحان الله الاعضاء اليه الفائقة الحس اللي عندهم حسة زيادة دي او قوية شوية اه للكائن اللي اللي هو بتساعدوا عليه يعني بيحدد الاتجاهات ويدور على الاكل بتاعب امان يعني ايه ميزة ايه ميزت يا مستر النكترون الانيما دوت ايه حواس اللي عنده دي او اللي عنده دي دي بتفيده في ايه يعني مصدر تحديد الاتجاهات ويدور على الاكل كمان بامان ازاي نشوف دي اولادة واية اللي هتفاهمنا كويس جدا مين هم هنتكلم عنهم الكائنات الليلية هنتكلم عن هنتكلم عن هنتكلم عن تعالوا نشوف واحد واحد فيهم نبدأ اول حاجة شايفين صورهم يلا بعد كده نشوف نتكلم عنهم بالتفصيل شوية تعالوا نبدأ انت يا تعبان ايه اللي عندك ايه الحاجة اللي عندك فائقة كده وقوية شوية والحاسة القوية عندك اللي بتستفيد بيها وتقدر تعيش في الضلمة تعالوا يعني هو اصلا ما بيشوفش بالليل بس اسمع كده but they have they have the ability to sense heat using special body parts in their faces لا لا تعالوا يا بس هاردين نشوفوا الشوتين او بصوا كده في الوش بتاع التعبان يا ولاد او في الفيس بتاعه سبحان الله في هنا هو في كده عنده كده حاسة قوية زيادة ان هو تحس بالحرارة بتاعت الشخص اللي حواليه او الاشخاص اللي حواليه انه لو في حد جنبه او كائن جنبه بيكون في خارج منه heat احنا مثلا ما بنحسش بheat ولا حاجة هو بقى بيحسها عشان كده سمينها ايه؟ super sense حاسة super صح؟ تعالوا نشوف بقى كده يبقى اللي سنيك بيعمل ايه؟ سنيك سنيك سبصب عم التعبين can't see a dark but they can or they have the ability to sense heat قدرة على الحساس بالحرارة give reason طبعا بيكوز they have a special body parts اللي هما عندهم اعضاء خاصة جدا special body parts in their faces they can heat طبعا او it can heat ايه؟ اه سوري it can sense heat يعني بتقدر تحس بمين؟ بالحرارة طب الهدف ايه؟ what is the purpose for that؟ الغرض من كده to locate their praise at night through sensing their body heat بتقدر تعرف اماكن بتاعتها في الظلمة من خلال sensing يعني الاحساس their body heat بحرارة جسمه خيالو يعني التعبان ده ممكن بيكون بياكل او بيحصل على الاكل بتاعه او بتاعته الفرائز بتاعته عن طريق الاحساس بالحرارة بتاعت جسمه سبحان الله يا منك طيب number two that's super sensory adaptation البات انت عندك ايه؟ قلنا الميزة اللي عندك السوبر اللي عندك اه خلاك تقدر تعيش وتدفع survive but can't see very well in the dark مش بتشوف كويس في الظلمة طيب but they are able to use ايكولوكيشن زي ما قلنا في الدرس اللي فات. تمام? like dolphins. احنا هناك كنا نكلمنا على الدولفين ودبند عن ايكولوكيشن نفس الكلام البات هنا اولاد. using sound waves to find their food in the dark. using their hearing sense بيعتمدوا على حاسة مين الهيرين. او ما لانت هنا يا سنيكس بيعتمد على السنس اللي هي طبعا احساس بالحرارة. احساس. طيب الغلط ايه يا سوري يا بات بتعمل كده ليه? to locate their praise like insects and other bodies in their surrounding in the dark using echo. عن طريق طبعا يعرفوا الاكسام والاشياء اللي حواليهم في الظلمة عن طريق من يا ولاد. طيب مستر اللي بعد كده. كل اللي واحد يا ولاد لازم نعرف عشان بس الخلاصة نعرف هو بيعتمد على ال 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 to be survive او adapted to head environment to get food عشان يجيب الاكل بتاعه عن طريق ايه? ايه السوبر السنسوري اللي عنده? هنا الاسنيك عنده اه بلدي توسنس هيت using special body parts. عن طريق استخدام اجزاء معاينة في جسمه. in their faces. البات depend on ايكو لوكيشن. طيب الاول سوبر السنسوري او ادابتيشن. البوما بقى. هتعمل ايه? تعالوا بقصتها قصة دي تعالوا. ركزوا. اول هاب بوث اكسترا اوردينري اي سايت اند هيرين. يعني يا مستر اكسترا اوردينري. كلمة اكسترا اوردينري يعني غير عادية حاجة فوق الوصف يعني حاجة مش مش طبيعية. سبحانه يعني ده دليل على ايه يا ولاد على سبحان الله قوة الحاسة دي. اولز هاب بوث اكسترا اوردينري اي سايت اند هيرينج. ده السمع والنظر عندها حدين جدا. هتشوفوا فيديو دلوقتي للبوما يا ولاد وهي في الظلمة. طبام? تعالوا شوو شكلها بيبعمل ازاي كده? اه شكلها زي ما انت شايفين يا ولاد طبعا العين بتاعتها تبحدك جدا. السمع بتاعها اي حاجة حوالي تقدر تلتفت برصة عشان تشوف الصوت ده جاينا منين. ايه كمان? الشكل الواجهة عندها والريش بتاع راسها يعني كلمة تجمع او تكبر يعني تقدر يا ولاد تقدر تحدد اتجاه الصوت منين والمسافة بتاعته. يعني زم انت بتقول ليه مسلا ايه? انا سامع صوت من بعيد. هو انت كنت شفت الصوت منين? لا بس انت حددت. هي بقى عندها القدرة على كده اكتر مننا كمان. نكمل. اه طبعا لو فيه انيمالز جنبها كده عاملين دوشة. انا شوية انيمالز بيتحركوا كده بيجروا ورا بعض ولا حاجة يا ولاد. يحصل الله ايه? تنتبه على طول. تمام? حتى لو كان الانيمالز دي مستخبية في العجب. يعني سبحان الله يعني. يعني انت تخيلوا ان هي ممكن تلتفت وانتباهها يلتفت وتخلي بالها. وان في حاجة حواليها. حتى لو الحاجة دي مختلفة. اه سوري متخفية. مختفي يعني. تحت العجب. تقدر تحدد الاماكن بتاعتهم والفاراوي موفمينت وحركتهم حتى هما بيجروا منها او بيجروا بعيد عنها. ايه كمان? اول كان. اول كان روتيت دير هيد. كمان يا مستر. يعني عندها عندها اكسترا اوردينري هيرينج عند اكسترا اوردينري فيجن او سايت رؤية. خلائنا سايت سوري. اه 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 ومع ذلك كمان ربنا ما اديها تروتيت دير هيد ان اول ديريكشنز تحرك راسها كمان في جمال اتجهات. ايه ده يعني يا مستر? احنا ممكن نبص يمي صح? نبص شمال. نقدر نلف راسنا كده ونبص ورا. انت لازم تلف كلك كده عشان تبص ورا صح? لكن هي بقى بتلف راسها في كل اللي تجاهد. بتقدر تشوف بتاعتها في اي مكان. طب ايه مستر الغرض من كل السنسري او السوبر سنسري دي طبعا عشان تقدر تسمع اصوات وحركات كمان الصغيرة جدا اللي بتبعت حتى عنا. يا رب نكون فهمنا الجزئة دي يا ولاد. كده خلصنا الجزء الاول من درسينا النهاردة. عرفنا عرفنا عرفناهم. وعرفنا اهميتهم ان سام انيمالز لايك. آآ اول لايك سنيكس لايك. آآ طبعا بات. يا رب تكونوا فهميتوا الدرس كويس جدا. ان شاء الله الحسن اللي جاية نتكلم عن كل التوفيق ديكم واشوفكم على خير. الشيط موجود في التعليقات. ويا ريت لو عجبكم الدرس اعملوا لايك عشان يوصل لأكبر عدد من زمائلنا. شوفكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.